حل المعادلة التكعبية شرحنا قبل هذا موضوع حل المعادلات الخطية والمعادلة التربعية نتحدث عن المعادلة التكعبية المعادلة الدرجة الرابعة يوجد واحد اسمه فراري وهو الذي عمل طريقة حلها ولكنه ليس عملها لو فهمت الفكرة وفهمت ازاي وقدرنا نوصل لحل ديت ستقدر تطبيق هذا الكلام على المعادلة من الدرجة الرابعة سنقوم بها هنا سنقوم بعمل معادلة التكعبية حسنا لما نشتغل في المعادلة التكعبية لدينا مشكلة مشكلة ان هناك طريقة صريحة تقول لك تجيب الناتج على طول مثل المعادلة التربعية كان عندنا الكسر اللي كنا بنقول فيه سالب B زائدة ونقص الجزر وبنجيب جزرين المعادلة طيب هنا لا يوجد الكلام ده لا اسف يعني طيب هنعمل ايه عايزين نبسط المعادلة ديت لطريقة معينة نبسطها الصورة ابسط تمام بحيث ان احنا نقدر نحلها بطريقة مباشرة طيب هنبسطها ازاي هنعمل الحاجة اسمها تعويض هنشيل الاكس ونحط ما كان ايه تعويض ده التعويض اللي احنا نحطه طيب التى دوت متغير احنا ونعرفش كنته تمام هنجيب كنته وعدين وبعد كده نجمع عليه سالب D على 3A نجيب كنت الاكس طيب عملنا التعويض وبعد كده فكينا التعويض دوت وجمعنا وصلنا الابسط صورة اللي هي الصورة دي تمام بدل ما هنحل بالكلام ده كله على بعضه قلت لأ انا هشيله وحط ما كانه مثلا بيه يبقى البيدي بالسوى 3A C ناص بي سكوير على 3A سكوير تمام نفس الكلام هنا هنحط كيوم دي الصورة اسمها دي بريستو كيوبك الصورة دي بقى هي اللي هنقدر نحل بيها المعادلة تمام طيب ننتقل بعد كده على نحل دي بريستو كيوبك دي بريستو كيوبك نجيب هنا على دي بريستو كيوبك نبدأ بقى نحلها هنعمل بباردو تعويض تاني عايزين نبسط لأبسط صورة ممكنة طيب التعويض اللي هنعمله هنا بعد ما عوضنا وجمعنا وصلنا الى اخر حاجة تمام اخر حاجة وصلنا الى اللي هي الصورة دي اخر حاجة وصلنا تمام طبعا خليتها ايه خليتها على الصورة اربعية تمام اللي هو الواي قس ثلاثة دوات خليت المعادلة على الصورة اربعية تصدرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر خلي بالك ده كده y plus 3 بتساوي السالب q على 2 زاد الجزر هتاخد بقى تجيب ال y لوحدها هتلاقي نفسك مطلع 3 حلول طب هتيجي بقى تعمل هتجيب ال y plus 3 بالساوي السالب q على 2 ناقص الجزر هتجي برضو تجيب ال y لوحدها هتلاقي نفسك مطلع 3 حلول طب 6 حلول كده احنا أصلا كنا عايزين 3 حلول طب وبعدين الحل بقى في ايه اكتشفوا ان ال 6 حلول دول هم عبارة عن 3 حلول وال 3 التانين متقررين يعني هم هم من 3 الاولينين فهنا هناخد 3 منهم بس دي الفكرة طيب احنا هنعمل ايه حل من السالب q على 2 زاد الجزر مثلا هنخليه زد واحد وسالب q على 2 نقص الجزر هتسميم مثلا زد اثنين طبعين بال y هتساوي جزر التكعيبي لزد واحد وهو بساوي الجزر التكعيبي لزد اثنين طبعين ده اللي قدرنا نوصل له حد دلوقتي بعد كده هنيجي نعوض التيمش بالسوي وي نقص بي على 3 وي تمام هنشيل بقى ال y ديت ونحط بقى ايه الحلول اللي احنا طلعناها ليا لما هتيجي نحط الحلول ديت هنعمل ايه هنيجي نحط اول حل دوت مثلا تمام حطناه طيب بعد ما حطناه كده استفدنا ايه عالله زي ما استفدناش حاجة طبعزين بردو نبسطها اكتر عشان نحط نحل اكتشفوا بردو ان انت لما اعطيك تقوى الزد واحد الحل تضربه في الحل الثاني تمام تضرب الحلين في بعض بعد ما تفك يعني هيطلع معك سالب b على 3 طيب استفدت ايه بردو استفدت اللي او جبت جبت التكعيب بتاع الطرف دوت والتكعيب بتاع الطرف دوت عشان اطير الجزر هلقي ان الزد واحد فيه الزد اثنين بيزاوي السالب بي تكعيب على السبع عشتين طيب نستنتج من كده ايه نستنتج من كده ايه نستنتج ان انا لو اخدت مسلا دوت اا اخدت مسلا ده اسمته في الطرفين تمام هجيب اللي ايه الحل الثاني هو ده اللي احنا عملنا هنا فشلت الترم ده كله كده على بعضه اهو سوي ايه الحل الثاني حطته هنا فبقى عند الحلين زيت بعض طيب نرجع تاني النقطة اللي احنا استعمل مش هم ست حلول قولنا تلاتة منهم اه من الحلول ديت اه هننسي هم بس الحلول اللي احنا عايزينهم والتلاتة التانيين هم 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 التلاتة الاولين طيب هنعمل ايه بقى بعد كده عايزين نجيب ثلاتة فهناخد الثاني نجمعهم Learning سالب بي على ثلاثة ايه. ما احنا كنا قايلين. اول تعويضه عملناه. فين اهو. اول تعويضه على الناه. تي بسوي نقص. لا مش لها. فين التعويض اللي احنا كنا عاملينه. تي نقص بي على ثلاثة ايه. هنرجع نحطه هنا تاني. اهو. ادي تي. سوي اليو زياد الجملين. قلنا بدل ما نقعد نكتب ديات كبيرة كده. ونكتب دي بردو كبيرة. نحط يو وفي مكانه. طيب. بعد كده طرحنا منها البيع على الثلاثة ايه. كده وصلنا لشكل الاكس. طب الاكس ديها تليها كم? مفروض كده لها ست حلول. احنا عارفين ان الثلاثة والثلاثة التانيين هم 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 الثلاثة الاولين. طيب. هنبتدي بقى نعمل ايه? هنبتدي نجيب الحلول ديها. اليو. اللي هي عبارة عن الجزر التكابل ده. اللي هو ده. والفي نفس الكلام. طب لو جت بدلت مس خليطت اليو ديت هي اللي اشارة سالب. يبقى لازم الفي تبقى هي اللي اشارة موجة. مش هتفرق من فوق السالب ومن فوق المهم الاتنين يكونوا عاكس بقى. دي لو سالب يبقى دي لازم تبقى موجة. ودي لو سالب يبقى دي لازم اللي تبقى ممكن. وهكذا. آآ هنيجي بقى نجيب اللي ايه? الحلول. طيب. هلاقظ ان عندي هنا جزر. الجزر دوت ايه قصته? الجزر دوت مشكلته ايه? مشكلته ايه? مشكلته ان لو القيمة اللي جوية طلعت سالبة. تمام? هيبقى عندك جزر حاجة سالب. هتقول لي ما فيش حاجة اسمها جزر حاجة سالب. لا فيه. بس بتبقى السامة هنا. طيب. فالجزر دوت لو الرقم اللي تحتيه هيطلع سالب. ده هيغير لي طبيعة الجزور اللي هتطلع معيها. ساعتها هيطلع للتلات جزور ريال. يعني اي ريال? يعني واحد اتنين تلات اربعة اي ارقام ريال يعني ارقام حقيقية مش ارقام كومبكس. طيب. لو طلع لي الجزر دوت رقم موجة. تمام? ساعتها هيطلع لك اه جزر واحد بس من الثلاث جزور اللي بتقول معادلة او اللي هم ثلاث حلول يعني. طلع لك واحد بس منهم اه ريال والاتنين التانين هيطلعوا كومبكس. ده لو الجزر دوتا يطلع موجة. ولو الجزر سالب يوم الثلاث حلوه هيطلعوا ايه ريال? طيب وبعدين وبعدين لو الجزر دوت اطلع بصفر. تمام? لو الجزر بطلع بصفر. لو الجزر طلعها بصفر ده بقى اسهل حاجه فيهم وهنا هيبقى ايها هيبقى عندك هيبقى عندك هيبقى عندك هيبقى عندك montrer b. لو b ليتها بتساوي zero. تمام? هيبقى s HRT كمان هتساوي زيرو. لو ليتb بساوي زيرو تمام? لو لتيت الجزر دوت67 بالزيرو. بعد كده اشوف البي لو ليت البي بيساوي زيرو يبقى الى ثلاث حلول اه بتوعتيه هيطلعه بزيرو وبالتالي لما نجمع كل واحدة السالب بي على ثلاثة ايه هتطلع لي الثلاث حلول بتوع ال اكس في الاخر هما السالب بي على ثلاثة ايه طيب لو البي مش بزيرو بس الجزر دوت بزيرو هنا هيبقى عندي حل من الثلاث حلول هيساوي ثلاثة كيو على بي تمام والحلين التانيين هيصاوي بعض وهيساوي ثلاثة كيو على ثلاثة ايه تمام وبعد كده هتجمع عليهم اللي هو الثلاثة بي على ثلاثة ايه ده اللي عملنا هنا طيب ايه ده با مش رحنا احنا قولنا هنشتغل بالتي تمام الطريقة ديت بما انها طريقة مباشرة تمام قالوا لك يقلوك بدل ما نتعب نفسنا وروح جايبنها بالتي وبعد كان نرجع نعود بالتي والايكس وكده فبعد ما اعجبوا التي وعوضوا جنبها بالايكس تمام ومفكوا كل حاجة ورجعوا التي اصلا بتساوي ايه في الاول والكيو بتساوي ايه والبي بتساوي ايه لقيوا ايه لقيوا ان الاكس على الساوي السالب بي على ثلاثة ايه تمام ده في حالة ان البي سكوير بتساوي تساويش تلاتة ايه سي تمام الاكس واحدة الساوي ده والاكس اتنين والاكس داتها طبعا عايز ساوي بعض وهي ساوي ده تمام عايز تجيبها بطريقة الكيو وبعد كده تجمع عليها سالب بي على ثلاثة ايه عايز تجيبها مباشرة مباشرة اول ما تعرف بس ان الدلتا ديها تطلع بزير اللي هو الجزر دوت تجيب الاكس تشوف هل الاكس تشوف هل بي سكوير بساوي تلاتة ايه سي وبال اكس سالب بي على ثلاثة ايه على طول كل الاكسات تطلع سالب بي على ثلاثة ايه لو ما بتساويش يبقى الحالين دول تمام اول انك تجيب الكيو تجيب التي وبعد كده بعد ما تجيب التلاتة حلول بتعطي هتجمع عليهم سالب بي على ثلاثة ايه اللي رياحك يعمله طيب ده بتسمى تمام ده اللي بخليها نميز هيطلع حل هيطلع حلين هيطلع تلاتة الحلول اللي هتطلع ريا الحلول اللي هتطلع ده اللي بعرفنا طيب في عندك دوت الصورة ديت اللي هو الجزر دوت مثلا اللي تحتيه الصورة دي في عندك الصورة دي على حسب انت هتختار دي او هتختار دي بمعنى انا مسلا اخترت ريال تمام على اساس دي على اساس النتج اللي هتطلع لي من هنا لو لقيته اقل من الزيرو تمام يبقى الان روت ريال والثنين كومبلكس ولعكس طب لو اخدت الصورة ديت اشتغلت بها هلا هتفرم معاЕН حاجا او هتفرم معايم لو اخدت الصورة ديت اشتغلت بها هنا دي بقى مش هتوبقة اكبر مش تبقى اصغر من لا ده هتوبقى اكبر لو اخدت الصورة دي اشتغلت بها هم握 الصورة دي هنا هتبقى اكبر التالي ده هنا هتبقى اصغر تمام و دي هتبقى ايه يساوي كالعيدة فعلى حسب بقى انت هتختار دي او دي انا خدت دي مسلا اشتغلت بقى في البرنامج خلاص يبقى دي لازم تطلع اصغر عشان يطلع واحد ريال واتنين كومبليكس والعكس هنا ده بالنسبة ايه للموضوع ده انا عارف ان الموضوع ده كده يعني معقد وبتاع بس تخيل دوت معادلة ده درجة تالتة تخيل الدرجة الرابعة بقى ايه هيطلعينك فيها بطريقة فراري عشان تعرف تحلها المهم طيب اللي احنا عملناه دوت اللي فات ده كله في حالة ان الدسكيميليشن ده طلع بزيرو سواء خد تلقى او ده لو طلعلك بزيرو يعني هتتصرف ازاي وقلنا دوت ايه حلول مباشرة ما فيش فقى تعب ما فيش فقى اي حاجة تعود مباشرة عطول في حالة ان الدسكيميليشن طب لو الدسكيميليشن دوت طلع بحاجة ايه غير الزيرو طلع مسلا اكبر من الزيرو يبع عندي حل ريال وحلين كومبلكس الحل الريال هو ليوزا يدلفين ووصل بيه على تلاتة ايه على طول مش هتعب نفسي هيطلع الحل الريال طيب الحلين الكمبلكس بقى الحلين الكمبلكس ما احنا قلنا قبل كده ان احنا مفروض بيطلع عندنا ستة حلول تمام حل بيطلع ثلاثة منهم والثلاثة التانين متقرر عبارة عن التكرار فدول الثلاثة حلول والثلاثة التانين هم عبارة برضو عن التكرار بتاعهم هنا عند ال W هضربها مرة في ال U بوجمع زائد ال V هضربها في ال W وين هعكس تمام؟ انا هنا تقريبا ما عكستش هنا مثلا تبقى لي سكوير وهنا ال W يبقى هنا هتضرب مرة في ال W ال U و V هتوبقى في ال W سكوير وهنا هروح جاي عكسهم عشان اجيب الحل لي ايه؟ التالت طيب كل مرة باجمع سالب B على ثلاثة ايه عشان ارجع اجاب ال X لان لو شلت لي كده يبقى هناك باجيب ال Q مش باجيب ال X المهم ايه ال W ده بقى؟ ال W دوت بتسمى حاجة اسمها يونت فيكتور تمام؟ ال يونت فيكتور دوت عبارة عن اتنين كونجيكت كونجيكت يعني الاشعارة الفارمة بال اتنين هو الاشعارة بتاعت الرقم الإمجاني طيب فانت بترحجيه تضرب واحد في ال W زائد W سكوير وبترحجيه عكسهم عشان تجيب الحل ليه التالت دي الفكرة يعني ايه بتاعت لو ان هو يتطلع لك حل الريال وحلين كوميس فانا انا عملت ايه؟ ال W ايه؟ و ال W سكوير هي الكونجيكت بتاعها لما تيجي تجيب ال سكوير هتطلع لك الكونجيكت بتاعها الكونجيكت يعني الاشعارة مختلفة ما بين الرقم الإيه؟ الامجاني في الاتنين فانا روح تجايه ثاكك اخدي كده ضربه في ال U واخدي ضربه في ال V تمام؟ و روح تجايه مجمع فاطلع عندي كده طلع عندي سالب نصف في ال U زاد V زاد U نقص V تمام؟ في الجزر تقيت على الاتنين قد و النفس الكلام عملته هنا برده روح تجايه مجمعه حيث ان اجيبه ميه؟ حتة واحدة كده فده كده لو الدسكريميناشن طلع اكبر من الزيرو يبقى لحد دلوقتي وصلنا لحاجة اسمها دسكريميناشن وقولنا هنختار يا ده يا ده براحتك عايز تشيل الاشعارة من ده فيش اي مشكلة خالص بس لو شلتها يبقى الدسكريميناشن اللي هيطلع معك هنا لازم يطلع برضو ايه؟ هيطلع برضو معك اكبر من الزيرو تمام؟ فاشعارة الاكبر منه او اصغر منه هتحددها لحسب الدسكريميناشن اللي انت مختاره تمام؟ وبعد كده جبنا الحلول بطريقة ان الدسكريميناشن هيطلع بزيرو سواء اختارت ده او ده وبعد كده شفنا لو الدسكريميناشن هيطلع اكبر من الزيرو واحد ريال واثنين كومبلكس وعرفنا ازاي بنجيبه طريقة مباشرة مفيش فهلا في فضارة بعد كده لو الدسكريميناشن مفروض ديت اهلة من الزيرو مفروض انا اخبطت ما مليت من دول طيب وعما تن مفروض ديت اهلة من الزيرو نفس اللي اقولتو ما فيش اي اختلاف بس في الساعة اخبطت ايه من بدل اكبر منه او الزيرو الاحتمال التاني انه الديسكريميناشن هيطلع اكبر من ايه؟ من الزيرو طيب طيب اه هنا بقى هيطلع عندي ثلاث حلول ريال بس الطريقة عشان تحسبهم معقدة معقدة جدا ليه معقدة تعال نرجع لدي لان هنا هيطلع لك كومبليكس تخيل كومبليكس تمام؟ اه طلعت من هنا برقم كومبليكس ازاي ده رقم ريال وفي عندنا الجزر التكعيبي فالموضوع كبر كبر جدا وانت مش طعف تجيب الجزر التكعيبي تمام؟ طيب اجيب جزر تكعيبي كومبليكس ازاي؟ لازم تحولوا الحاجة اسمها بولار فورم بولار فورم كونوا عبارة عن حاجة اسمها ماجنيتيود وزاوية تمام؟ باخد اروح نشوف ده باخد ده اللي هو الجزء ال وده اربع كل واحد في يوم تمام؟ واجيب الجزر بتاعه وبكده اكون جبت الماجنيتيود فضيل اللي اجيب الزاوية الزاوية بتاخد ده تقسمه على ده وتجيب تان انفرس للزاوية تجيب اللي ايه؟ الزاوية الزاوية لازم تكون ما بين سلب 180 وموجب 180 فهتلاقي الموضوع عمال اكبر منك وانت مش عارف تعمل فيه طيب فلازم نجيب فورمولة معينة نقدر نحسب بها المعادلة الحلو ميزة بقى الطريقة اللي هي بتاعت الكمبلكس ان انت لما تجيب جزر واحد تمام؟ تقدر تجيب الجزر التانين او التلات جزور التانين او الاربع جزور التانين او الاربع جزور التانين او الخمس جزور حتى براحتك تمام؟ كل اللي عليك بس ان انت بتغير في الزاوية لان الجزور متقسمين على دايرة دايرة ايه دا جزر مثلا من الجزور تمام؟ الجزر التانين هم معبارة عن ايه؟ بشتة كده عندك تلات جزور خد تلتمية وستين اقسمها على تلاتة يبقى الزاوية ما بين انا مقسمهم كده ايه ايه حاجة الزاوية ما بين كل واحد والتاني هتكون عبارة عن ايه؟ عبارة عن مئة وعشرين لتلتمية وستين على التلاتة تمام؟ تمام؟ دي ميزة اللي هي الجزئية بتاعت الايه؟ اللي هي تجيبها مع الصورة الايه؟ دي ميزتها ان انت بتقدر تجيب جزر واحد كل اللي عليك تعمله ان تغير في الزاوية تمام؟ تجيب الجزرية التانين او التلاتة جزور التانين او الاربعة جزور التانين طيب علشان بقى نوصل لفورميلة نقدر نحسب منها جزر واحد وبعد كان نغير في الزاوية براحتنا دا موضوع مؤقت جدا اللي هي اللي فوق دي طريقة بتاعت ويكيبادية تمام؟ بتطلع لك النواتج بس انا قبل ما اوصل لها دي الطريقة بتاعتنا تمام؟ ما اخترعتش حاجة كل اللي انا عملته اخدت الجزور دي تمام؟ فردت ثوابت تمام اي بي سي وحاجات زي كده وفكت وبعد ما فكت وصلت لفورميلة دي الفورميلة اللي انا قدرت اوصل لها طبعا طلعت هنا عشان اقدر اوصل لها بس بعد ما وصلت لها جربت النواتج بتاعت اللي بتطلع هنا والنواتج اللي بتطلع هنا وليتهم زي بعض بالظبط فعايز تستخدم ديت دي من تأليفي وعايز تستخدم اللي فوق دي من تأليف وكيبيديا او مش من تأليف وكيبيديا يعني دي اللي مكتوبة في ايه صفحة وكيبيديا اللي فوق طيب انا في الكود تمام؟ مش سايب حاجة يعني انا عاملك ديت وعمل كومنت على ديت عايز تفك الكومنت وتستخدمها بدل ديت اللي اتنين موجودين دي الفورميلة اللي قدرت اوصل لها طبعا زي ما تشاف معقدة اختر من اللي فوق بس على العموم هتجيب جزر هتعوض مكان الكي بزيرو تمام؟ هجيب اول جزر هعوض مكان الكي بواحد هجيب تاني جزر مكان الكي باثنين هجيب تلت جزر ولو انت بمعادلة معادلة درجة رابعة مثلا كيب تلاتة هتجيب الجزر الرابع وهكذا تمام؟ طيب تعال بقى روح نشوف كلام دوت عملناك اكود ازاي طبعا حاجة معقدة جدا واحنا بنعمله كاكود اول حاجة كالعادة هنعمل نعمل الرية بتاعتنا تمام؟ الرية ديت هتاخد السوابة من المعادلة اهو نفس الطريقة انه اشتغل بقى قبل كده ونطلع ان هو تجريدها وكل حاجة طيب الرية هتاخد السوابة من المعادلة هنيجي نعمل لهم هنا تشيك اهو عملت تشيك وخزنت السوابة في الرية ايه والله لو لقيته مش بيساوي زيرو يعني موجود بواحد باثنين بثلاثة هدخل احل معادلة تكعبية طب لو لقيته بزيرو اللي هو الث تمام؟ يبقى كده مش معادلة تكعبية هروح ابصة هاشوف السابت بتاع الاكس سكوير لو مش لقيته بزيرو يبقى معادلة تربعية احلها وطلع السابت السابت يبقى كده معادلة ايه درجة اولى وهروح جاي ايه؟ اسم وجاي بقيمة الاكس على طول تمام؟ طب لو مديني مسلا دي كمان زيرو يعني دي زيرو دي زيرو يبقى كده ما معادش فاضلة غير ايه؟ غير ده بيساوي زيرو ده غلط طبع فهدد له مسئر بس ده بالنسبة ليه اللي فويلس بقى نشوف فيها هنطبق ايه؟ لو معادلة تكعبية معادلة اربعية شرحناها في الفيديو اللي فات نفس الكود انا اخده كوب و بس معدلتش بها اي حاجة معادلة تكعبية هنعملها ازاي؟ هنعرف البي والكيو والار ديت الار ديت هي عبارة عن السالب بي على ثلاثة ايه اللي احنا كنا عاملين يتكلم عنها سالب بي على ثلاثة ايه بس بدلا ما قد اكتب كل شوية سالب بي على ثلاثة ايه بيش ايه حاجة طيب ايه الدي ديت الدي ديت مش الدي ديت مش تمام؟ الدي ديت عبارة عن ايه؟ فين؟ اه دي اللي هو الحاجة اللي تحت الجزر تمام؟ اللي تحت الجزر دوت هو الدي زي ما قلت ممكن تستخدمه كا ديت مش تمام؟ وممكن تستخدم دوت كا ديت مش عشان تبقى فاهم اصلا اللي حصل هنا ايه؟ اللي حصل هنا ان انا ضربت فيه ضربت الطرف ده كله في اه سبعة وعشرين فاربعة تمام؟ فالربعة هتطير هنا هيتبقى لك سبعة وعشرين كيو سكوير والسبعة وعشرين هنا هتطير مع السبعة وعشرين تحت هتبقى لك اربعة بي كيو تمام؟ هي نفس الفكرة هي الفكرة كلها بس ايه؟ فكرة كلها انا عايز اعرف هل تحت الجزر هتطلع لي موجب ولا سالب؟ تمام؟ لان احنا عارفنا لو تحت الجزر يطلع لي موجب فكده عنده واحد ريال واثنين كومبلكس او اللي تحت الجزر يطلع لي سالب يبقى الثلاثة كلهم يطلعو لي ريال او اللي تحت الجزر بزيرو فده فكرة انت تعرف بس تحت الجزر يطلع لك ايه؟ تمام؟ استخدمت ريال عشان تعرف استخدمت ريال عشان تعرف براحتك يعني انا عامل ايه؟ يعني انا عاملت دي دي حاجة ودسكريميناشن حاجة عشان اقورك ان ما فيش فرق دي او دي براحتك ومهم انت تعرف لي انديكيشن عن اللي تحت الجزر يطلعي العشان ده هيختلف في طريقة الحال هيخليك تختلف في طريقة الحال تمام؟ فعلى سبيل المثال الديسكريميناشن باستخدمه حاجة تانية غير الدي او براحت عادي خرص ممكن استخدم الدي بس دي اخرى هنغير دي خليها تبقى اكبر من بدل ما يظهر منه لو شلت الاشارة دي ديها تبقى اكبر من بدل ما يظهر منه براحتك خرص المقدار يجب ان تتحددها على مزاجك مهم ان تتحدد الاكبر منه او اصغر منه لحسب المقدار المقدار ده يجب ان يطلع موجة وانا اضربه في سالب فهيطلع لي اقل من 0 لو انا هشيلي الاشارة السالب فالمقدار ده يطلع لي موجة يبقى لازم اخلي ديت اكبر منه تمام ؟ تعال نشوف بقى هنحل اكس يو فيه زي ما احنا سهلنا عنه اليو هتبقى برعانية شفت الجزر ده انا كتبته زي ما هو هين هوا هتلاحظ ان انا اعمل حاجة غريبة كده وحطت العلمة ديت ومش عارف ايه ايه دوت هنا انا احطت condition تمام ؟ بدل ما اعمل F وبعد كده روح جاي عامل assign للناتج ولو else روح جاي عامل لحاجة تانية فهي سي شرب ضفتلك حاجة الكلام ده مش حاجة جديدة يعني حاجة موجودة من زمان لفتلك ايه لفتلك ان انت تضيف condition عشان تعمل assign للvariable بمعنى لو condition دوت true تمام تمام الناتج ال U الناتج بتاع ال U هيساوي جزء الحد هنا تمام في علامة هنا بتفصل لك ما بين اللي ايه true or false لو دي طلعت ب true يبقى الناتج ده هيساوي ده طيب لو طلعت false يبقى الناتج هيساوي ده بس دي كل فكرته condition كده بس ايه بتعرف منها هل عشان تحدد حاجة معينة انا كنت بس اخدام الموضوع دوت في مجال ال image processing كتير تمام بس بردو ليت اللي انا ايه محتاج اعرف بردو ال U هتساوي ايه طيب ما هتخلي ال U على طول بتساوي القيمة اكتشفت حاجة غريبة جدا في C sharp ايه هي بقى الحاجة دي اكتشفت ان المقدار دوت انا عايز اعملي انا عايز اجيب الجزر الجزر قص ثلاثة تمام فلو الجزر قص ثلاثة دوت المقدار اللي تحتيه طلع سالب عادي ايه المشكلة تمام مهم ان هو لانه رقم فردي طالما بقى الجزر بتاعك او القص بتاعك فردي فعادي يبقى تحتيه سالب فيش ايه مشكلة اكتشفت حاجة غريبة في C sharp اكتشفت ان لو المقدار تمام اللي انت عايز تجيب له القصص ثلاثة دوت سالب تمام بيدي لك نطح نمبر اللي هو زي ما لنهاية كده فدي كده حاجة غريبة انا اول مرة اشوفها تمام بحلتها في تعال نقول هنا حالتها ازاي اللي اكتشفته كان ايه عبر عني انا دلوقت مسلا جيت جبت ايه الجزر في C sharp سالب Q سارق زي جزر الثاني تمام كل ده اسطلات ممكن احولوا واكتبوا بطريقة تانية سارق خيوع الاثنين زي جزر اللي هو ده والجزر ده احنا عارفين انه هيطلع ايه هيطلع موجة اللي تحتها هيطلع موجة تمام وهنا اسطلت تمام ده اللي انا بقى اعكتبه في الكود طيب الغريب في الغريب اللي انا اكتشفت لو المقدار ده هو اتطلع سالب المفروض انت على القالة عندك القالة الحزبة مش هيطلع لك ايه مشكلة وهتجب لك القيمة بتاعته في السي شارب اكتشفت ان هو برجع لك ان ايه ان اللي هو نطق نمر اللي هو كأنه بطلع لك ايه ان ان الراجعة بتاعك مالة نهية او سالب مالة نهية فده كانت حاجة غريبة طب حلتها ازاي قلت خلاص انا هعرف المقدار دوت لو المقدار ده طلع موجة هحسبه على طول مفيش ايه مشكلة طب لو طلع سالب فهيطلع لك النطق نمر وده هيسبب لك مشكلة في الحل طب اعمل ايه قلت خلاص لو المقدار ده وطلع موجة هروح جايه حسبه على طول مفيش ايه مشكلة طلعه وطلع سالب مفيش مشكلة هروح جايه كاتبه ازاي كاتبه كده زاد الجزر هنحط هنا اشارة سالب بحيث ان هخليه موجب وبرا احط الاشارة السالب بتاعتي اللي هو النتج اللي جايلي من من الجزر التكعيبي دوت هخليه سالب لانه ما لازم يطلع معي سالب ده سبب ان انا حطيت الايه الكنديشن دي اظن دلوقتي عرفنا بقى ان احطيت الكنديشن دي عشان اعرف هل اللي تحت الجزر التكعيبي هيتطلع سالب والله لو طلع سالب عشان هتلاف المشكلة الموجودة في السي شارب تمام خلاص لو طلعلي دوت اكبر من زيره يعني موجب هروح جايه حسبه على طول زي ما هو طب لو طلعلي سالب هحط دشارة سالب بره عشان يطلع للنتج في الآخر سالب لازم النتج في الآخر يطلع لسالب وجوه هنا هخلي اللي تحت الجزر موجب تمام والنتج في الآخر لازم يطلع لإيه سالب ده اللي انا عملته هنا نفس الكلام للفي بعد كده جدت قيمة الاكس اللي هو اول جزر معانا اكس هتسوي اليو زياد الفي زياد اليه السالب بي على الثلاثة ايه اللي هي الاور هاجب بعد كده يعمل قصين ليه التكست وكس وكده تمام نفس الطريقة اللي كنا بنكتب بها الأرقام الكمبليكس تمام النواتج طبعا عشان تكتبها كومبليكس بتقعد تجمع الاي وتفصل النواتج عن بعضها فهنا هيخد اليو زياد الفي اللي احنا قلنا هنا او يو زياد ي مضروبها في سالب نص ويو زياد ي مضروبها في سالب نص وهنا زائد وزائد وهنا اليو نقص اليو جزر ثلاثة على الاثنين وهنا اليو نقص اليو جزر ثلاثة على الاثنين ده اللي اعملت طيب برضو انت حطت كونديشن ليه حاجة غريبة انا حطت كونديشن لسبب بسيط لو الناتج عندك موجب تمام استيشار مش بكتل تحط لك اشارة موجب هتقولي طب ايه المشكلة برضو مش فيها ما انت عايز تجمع حاجتين على بعض ما انت عايز تفصلهم تخليهم كومبليكس انا عايز افصلهم اخلي حاجة جنبها مثلا زائد الحاجة واي او حاجة جنبها نقص الحاجة واي يعني ريال زائد الاماجن بس قولنا الاماجن لازم انا اللي اضيف الاي من عندي فهفصلهم عن بعض لو طلعلك هنا اشارة موجب دوت فمشكلة الهتة اللي مابينه هتبقى فاضية فبقى شكلها غريب يعني ايه انت عايز توصل لايه يعني شفين لكن هنا لو في اشارة سالب هتبقى فاضية يبقى عندك الاشارة السلب فانا قلت لا انا هشيل الاشارة السلب ديت وحطها في النص وحط هنا اشارة موجب فلازم اعرف بقى مين اللي هيبقى اكبر اليو ولا الفي فقلت لو ليت اليو اكبر تمام من الفي هتبقى هتبقى نفس الكل بس هتبقى سالب سالب يو زايد الفي اللي احنا قلنا عليها تمام اللي هي يو نفس الوي او الوي نفس الوي تمام هضربها في اشارة سالب جاة على اساسية ما انا قلت لو اليو اكبر من الوي تمام فهنا دي المفروض هتطلقى لاناتج سالب هضرب سالب في سالب بموجب وحط انا بقى الاشهارة السلب انا اكتبها كنص تمام طب لو العكس الفي اكبر من اليوم لو الفي اكبر من اليوم فالنتج هنا قريدة هيطلع لموجة فانا هحط الاشهارة لموجة اكتبها هنا نفس الكلام طبعته على التكست بوكس التاني لو الفي بقى هي الا اكبر من اليوم هو نفسه بالضبط بس تبدلت اليوم والفي ما عملتش حاجة اكتر من كده تمام ؟ قول تكست بوكس التالت هحط فيه الاكس طيب تعالى بقى ندخل على الى بعدها لو الديسكرميشن لاب 0 ايه اللي هيحصل هنستخدم طريقة الحل بقى ايه اللي هي المباشر انا استخدمت ايه استخدمت ايه دي بي سكوير بالساوي السالب 3 ايه سي لو ده حصل اعمل لي بقى كل الاكسات بالساوي السالب بي على 3 ايه لو ده ما حصلش هيعمل لي الاكس واحد بالساوي كذا والاكس اتنين بالساوي كذا تقدر تستخدم الكيو تمام التى قصدي تمام وبعد كده تجمع على سالب بي على 3 ايه وسالب بي على 3 ايه بس انا قلت لا انا استخدم حزبة الاكس على طوله احسن ده اللي انا عملت وين او يحسب عندي حل هيساوي كذا والحلية التانية هيساوي بعض طيب نجي بقى بعد كده اخر حاجة لو تلع عندي احنا كنا اين لين اكبر من الزيرو اطبق بقى ده الحل اللي هو جابهنا على ويكيبيديا وده الحل بتاعنا طيب تعال انشوف ده الحل بتاع ويكيبيديا وده الحل بتاعنا تمام الحل بتاع ويكيبيديا والحل بتاعي ده الحل بتاع ويكيبيديا انا كتبته اين او ده الحل بتاعنا انا عمله عايز تفوق الكمنت بتاعو تستخدمه وبرحتك اه ايه ثاني بتاعيز اقول له هنا سالب جيلي هنا دي الانفرس كوزين اه تقريبا ما فيش حاجة تانية اي محتاجة طيب بعد كده بقى قلنا ايه حيشوف لو معادلة مش تكابية تبقى تربعية لو مش تربعية بدرجة اولى لو مش درجة اولى يدينه مسئلة طيب بالنسبة للكوت طيب تعالى نجرب كده ايه ارقام طبعا لو دست سولف هيديني ايه سنتاكسيرو عشانا ايه سابل بايفوطي اقول له انا مسلا لديها تزيرو دي سالب ستة دي سالب اربعة تمام اداني النواتيج دي لو جتجربت على الاقل حسبة معك ايه شوف بس ايه في اختلاف في النواتيج هتطلع لك واحد زيت جزر ثلاثة تمام لو جت دست على الزرار اللي هو بتاع اس دي دوت هتطلع لك النتج اللي فوق سوف ايطلع لك ايه لحد تقريبا هنا هتطلع لك بايه دي متقربة دي احتو bị ثمانية و الباية ده كله مش موجود وبايطلع لك النتج لحد هنا ده كله بس بدل السبع ثمانية يعني الاقل مقربة بس ما قربة السبع ليتند Pro dollars تمام؟ حل التاني سوف اطلع لك واحد نقص جزر ثلاثة اللي هو يطلع لك هذا الحل ويطلع لك بردو لحد هنا تمام بس بدل الخمسة ستة تمام بدل الخمسة لستة هتتقرب لستة تمام والحل التالت هيتطلع لك السلب اثنين طيب بص بقا هنا هسيب كل حاجة زي ما هي بس هغير اللي ايه ده هسيبه سلب بردو هغير القيمة بتاعته ويطلع لك حل ريال والحلين التانيين هيتطلع لك كومبلكس وده عشان هو بشوف الديسكرميناشن تمام تعال نشوف على الايه 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 هتطلع على اربعة وهتطلع برضو سالب اثنين زاد ايه زاد الرقم الكمبلكس ده هيتطلع على الايه لحد هنا تمام والاتنين ده هتتقرب ليه ثلاثة وده هيتطلع لحد هنا برضو والاتنين ده هتتقرب ليه ثلاثة تمام اه لو جيت دخلت رقم مسلا هنا خمسة اي حاجة دوس سلف هيطلع لي برضو ايه هيطلع الايه الايه دوت لحد هنا تمام والتمانية متقربة لتسعة بعد كده هتطلع لي سالب اربعة طيب ايه فكرة التقريب الايه بتقرب فانا مع نفسي بصراحة الايه بتاخد كم رقم ديجيت تمام وبعدهم هي بتقرب فانا لو عرفت هخلي الرقم الدابل عندي يتقرب برضو لنفس الرقم فهيطلع لك بالملي بالزبط كل حاجة زي اللي بتطلع الايه سما عرفش الايه لايه بتاخد كم رقم بعد العلامة العشرية وهل ده ثابت في كل النواة اللي هي بتطلعها ده الماكس من مثلا ايه فما عرفش لو عرفت هايه هحل الموضوع دوت ولو حلته طبعا هتلاول الابديت في السورس كود اللي هو محطوط على جيت هوب لما باجه اعدي ليا حاجة بيتعمل الابديت في جيت هوب بتقدر بقى ايه تشوف الابديت اللي انا عملته ايه بقتليني كاتب كومنت عليه وهكذا ده الحل المعادلة من الدرجة التالتة عايز اقول حاجة برضو في الحل المعادلة من الدرجة التانية كنت اعمل تعديل بسيط كده ايه بالكود بتاعها التعديل اللي انا عملته ايه كنت مخلي المعادلة لو هو مدخل هنا زيرو يحلي هالي برضو بس ما كنتش عامل حساب انه هو لو دخل هنا زيرو كده ما يعني يعني اللي لما كنتش هتعمل حاجة بس انا قلت ايه خليها لو دخل هنا كمان زيرو تطلع لي ايرور ده اللي انا عملته وده انا عملته ايه في الفورم ديت لو دخل ثلاثة دول الصور فهيطلع لي ايرور ده كان لحل المعادلة من الدرجة التالتة المفروض اللي تكون طلعت بيه من الفيديوهات ديت هي ازاي ان احنا يعني بتحاول نوصل من معادلة يعني حاجة عندنا مشكلة تمام مدم لحل نهائي طريق حل لمبسط خطوات لان دي مش طريق حل المعادلات بالظبط لا فيه طرق تانية بس طرق التانية بتعتمد على ان انت تاخد عمل مشترك ومش عارف طلعت تحلل تجيب ناتك تقسم مش عارف تعمليه تمام طرق دي ليتها مش عملية ان انت تجي تعملها في فيرنامج هتاخد منك وقت انت عايز طرق يعني طرق حسابية كده ان انت دخل كذا يطلع لك كذا على طول تمام فعشان توصلها بتاخد وقت اطول زي ما انت شايف وصلنا من هنا لحد هنا فالموضوع مش سهل معادلة الدرجة الرابعة بقى هتاخد وقت اطول في الحل تمام اللي وصل لحل للمعادلة الدرجة الرابعة هو طالب عند الراجل اللي وصل لحل للمعادلة الدرجة الثالثة تمام فهي طريقتها اطول وتقريبا هتوصل برضو للدبريس كيوبيك وبعدك هتوصل لحاجة تانية يعني طريقة اطول فاناليد دي شعر ضايع في وقت الفكرة واضحة المفروض في الدرجة الثالثة ازاي احنا بنفكر في الحل وازاي بنوصله تمام عندك ويكيبيديا عندك يعني مواقع كتيرة في المجال الرياضيات بتقدر تتابع عليها وتشوف انت هتوصل للحل ازاي ده اللي انا عملته يعني بصراحة